وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء ساعد معاً اللواء ساعد أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية في البداية هذه الاتهامات والأنباء التي تفيد بوجود سيطرات عن ميليشيات وهمية تسمى بالريات البيض في داقوق هل تؤكد هذه الأخبار أم تنفي؟ ما الذي يحدث هناك؟ يعني أكثر من عملية قتل وخطف في كاركوك خلال الفترة الأخيرة آخرها ما حدث يوم أمس يعني يمكن هناك سيطرة أو مجموعة مسلحة ظهرت لعائلة عائدة كانت تحتفل بأعياد نوروز بعض منهم ذهب ضحية والبعض ذهب جريح أيضاً اختطاف تسعة من عناصر الشرطة المحلية في سيطرة أيضاً نصبت هناك ما الذي يحدث؟ ما هي الحقيقة؟ شكراً لك تحية لك ولكل المتابعين في البداية الموضوع هو حادثين على الطريق الحادث الأول هي بين الخالص وكاركوك في منطقة السرحة طبعاً هذا التالي وليس الأول الذي كان فيه أيضاً سيارة نوع أوباما فيها 14 من متاسبين وتحركت قوة مرتبة باتجاه نعم كان وجود هناك مجموعة إرهابية وخطفت سبعة اشتبكت معهم القوة وأيضاً قتلت منهم مجموعة وبعد ذلك تم تحرير أربعة وثلاثة الآن يجري البحث عنهم قبلها العملية التي كانت أيضاً الإجرامية جنوب قضاء داقوق وكان ضحيتها استشهاد ثلاث مدنيين أحدهم طفل والآخر رجل كبير مع إصابات 13 مدني هذه بالمجمل هي الحادثين التي صارت بالتأكيد داعش الرهابي رجع كعصابة إرهابية بعد أن تم تحرير المناطق اليوم هو يحاول أن يستغل بعض المناطق الوعرة والجبلية وينطلق باتجاه أن ينفذ إطلاق نار عشوائي باتجاه قوات الأمنية أو باتجاه المواطنين عذراً وقواتنا اليوم موجودة رسالتنا نقول يمكن أن تتكلمتي في معرض كلامك وأيضاً هناك مبالغة كبيرة جداً في نقل ما تقوم به داعش الرهابي على المستوى الإعلام خاصة إعلام الكتروني وأيضاً تناقل بعض وسائل الإعلام هذه المواضيع مع الأسف نقول وكما قال السيد القائد العام قوات المسلحة أن الحرب الميدانية انتهت مع داعش وتم تحرير هذه المناطق نحن في عملية التطهير وتفتيش العملي تقوم بها عناصر من تنظيم داعش أو بقايا تنظيم داعش وتمفي وجود الرايات البيض أو البيضاء سيدة الكريمة منذ فترة ونحن نتكلم أنه ما يسمى راية بيض أو غيرها هو تنظيم داعش بقايا تنظيم داعش الرهابي ما يسأل خلايا منفردة هنا وهناك أو كاتل خلايا النائمة ونقوم نحن اليوم بجهد كبير جداً وينتظر إن شاء الله المواطن ومن خلال قيادة عملات المشتركة وجهد الداخلية والجيش وأبطال الشرطة الانتحادية وأبطال الحجد الشعبي وأيضاً الرد السريع هناك إن شاء الله عامية إعادة انتشار القطاعات وإن شاء الله عملية تفتيش واسعة نعم أنطلقت إضافة إلى تعزيز القطاعات وتنفيذ عملات استباقية عملية أمنية في حوض حمرين أي معلومات بخصوص هذه العملية نعم هذا صحيح عمليات موجودة وعمليات إن شاء الله فيها أيضاً جهد استباقي وبالتالي هذه المحاولات البائسة واليائسة للعدو لن تثنينا على الاستمرار في انتهاء من وجود هذه الخلايا هنا هناك لداعش إرهابي وإضافة رسالتنا أنه داء كاركوك كمدينة هي آمنة مثلها وحالها حال أي مدينة أخرى قد نعم لا تخدم أن يكون هناك جريمة كل ثلاثة واربعة أيام كل دول العالم قد تكون هناك جريمة وبالتالي لا يمكن أن تكون مدينة خالية من الجرائب ولكن أن يتم نقل المواضيع بصورة مبالغ بها وأن هناك زعزع بالوضع أمني وغيرها هذا شيء حقيقة غير واقعي وغير موجود بالبتة في الأنبار أيضا حدثت مثل هذه الحوادث أو مشابهة لها مقتل ثمانية من الشرطة أو سبعة معهم سائقهم يعني كلهم كانوا من محافظة ذيقار يلتحقون بأماكن عملهم إلى شرطة الحدود نصبت لهم داعش كمين ليلي وقاموا بإردائهم قتلى الطريق الرابط الطريق الرابط الطريق الدولي رابط بين طريبين وانفذ الوليد وأثناء نعم توجه هذه القوة استشهد ثلاثة وأصابت اثنين وأيضا استشهاد سائق العجلة نقول أن العمليات الموجودة لهون هي في عملية تطهير هذه المناطق داعش الارهابي يستغل بعض المناطق الوعرة جغرافيا فإن يكون هناك أربعة أو خمسة فرادة طبعا عملية النزولية دائما نكون عملية نزولية كرتل والدليل على ذلك الأصلا المنفذ بين الطريبين وبغداد ولله الحمد كمسافرين كبضاعة مفتوحة وأمينة ولكن أقول أنه قد يحدث هناك بعض المحاولات لدعش الارهابي وتقوم بتعمل التضخيم هذا الموضوع ونقل شائعاته هنا ونقوم ما تقوم عليه هذه الحادثة الموجودة لدينا خلال هذه الأيام الماضية على مستوى قاطع الأنبار ونقول أن هناك عمل كبير جدا أيضا هناك استعانة بالسكانينج المسح الجوي وكذلك هناك خطط لا نستطيع الحديث عنها من خلال تعمليات المشتركة والبعض أعزاها إلى وجود متسللين سيدة الكريمة كما أقول لك أن البعض وتناقلت هذه الوسيلة هذا ما تريده داعش الارهابي أن يكون هناك تضخيم لما تقوم به قد يكون هذا الموضوع تم تناول أكثر من اللازم ونقول نحن واضحين العمليات الجالة هي عملات تطهير وعملات تفتيش أمني عمليات عادة انتشار وبالتالي أحققت نتائج كما حدث في الموصل تناولت وسائل الإعلام أن هناك قتل لأربعة من المخاتير في مناطق وأحياء مختلفة على العكس من ذلك كان هناك عملية جريئة لقيادة شرطة نينوى وتمكنها من خلال المقتل مجموعة رهابية والقال قبض على أخرى إضافة إلى رابط كدس من العتاد أثناء عملات التفتيش في أحد الأحياء في أجانب الأيمن من الموصل نعم شكرا جزيلا على حضورك معنا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا على حضورك